وخلال لقاء في شركة العبدالي الاستثمار والتطوير مع عدد من المستثمرين الأردنيين والعرب في قطاعات الصحة والسياحة والبنوك والتجارة أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين ومراجعة قانون الاستثمار لمواصلة تطوير وتسهيل الإجراءات وأشار جلالته إلى أهمية التعاون والتنصيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج لمنطقة العبدالي كوجهة استثمارية في الأردن وعن قصص نجاح في مشروع العبدالي أشار جلالته إلى إمكانية البناء عليها واستغلال المساحات من أراضي وبنايات مؤكدا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة والمتنوعة لتوفير المزيد من فرص العمل